حلول على الطريقة الروسية فجأة وكأن اللاجئين خرجوا سياحة لدول الجوار تعلن وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممرين لعبور اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان إلى بلادهم رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخايل ميزينتسيف قال إنه سيتم فتح ثلاثة مراكز الاستقبال وتوزيع اللاجئين وهي أبوظهور والصالحية وتدمر نشيراً أنه سيتم تجهيز تلك المراكز في السابع والعشرين من الشهر الجاري ميزينتسيف أكد خلال الجلسة في مقر التنسيق المشترك بين الإدارات التابعة لوزارتين الدفاع والخارجي الروسيتين بشأن عودة اللاجئين السوريين أن السفارات الروسية في أحد عشر بلداً استفسرت عن عدد اللاجئين السوريين لتنظيم عودتهم إلى سوريا مشيراً لتطابق الأعداد مع بيانات الأمم المتحدة ما يسمح لموظفي التنسيق بتقديم صورة أكثر تكاملاً ويعطيهم المجال لتعديل الإجراءات المستقبلية وكان ميزينتسيف أعلن مؤخراً أن روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول تنظيم العمل لعودة قرابة مليوني لاجئ سوري إلى بلدهم بناءً على الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال قمة هلسينكي على الأرض لا يبدو أن الخطط الروسية تلقى رواجاً خاصةً أن روسيا نفسها هي من راعة اتفاقيات التهجير القصري التي وقعت برعايتها وأخرها ما جرى في درعا والقنيطرة إضافةً لقصفها وتدميرها عدة مناطق من قاعدة حميميم الجوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر